بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكومة عليهم ممن استوفوا شروط العفو أفرق قطاع الحماية المجتمعية عن 2194 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مفهوم السياسة العقبية الحديثة التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقبية الحديثة من هذا المنطلق أفرق قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 2194 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكومة عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أفرق عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد فحص لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم وملفات نزلاء آخرين للتأكد من انطباق شروط العفو عليهم لإتاحة الفرصة لهم لبداية حياة جديدة العفو السيد الرئيس عمله عشان يدينا فرصة جديدة للحياة إن احنا نرجع نعيش حياة طبيعية تاني وحب أشكر روزارة الداخلية على مراكز التأهيل اللي عملته لنا لإن احنا وقدنا فيها حياة كريمة بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ربنا قرمني وإسم جيف العفو وخارجة لولادي والإخواتي والدتي أهم حاجة طبعاً نبدأ حياة جديدة وطريق جديد واللي احنا تعالبنا من مجلس التأهيل وأصلاح طيب يعملونا باحترام وقدمية والحمد لله اللي احنا توفقنا وتلقنا في العفو متى 25 يناير أنا بشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيهتموه بينا وأنا بشكر السيد اللي أنا بيجعل الشرطة كل صحري وطيب وأنا ببدأ حياة جديدة أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم الذين أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء صحية أو اجتماعية أو تأهيلية معتبرين تلك المراكز نقلة نوعية وإنسانية وحضارية في منظومة السياسة العقابية نجحت في تأهيلهم وإصلاحهم للاندماج في المجتمع بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكر وزارة الداخلية والحمد لله اللي أنا طلع على الأهل والجي عشان أساعدهم برضو الحمد لله إن أنا برضو ما كانش متوقع لنا ممكن أطلع في المناسبة تعاف وعيد الشرطة الحمد لله المركز صحو التأهيل بيقدم لنا خدمة صحية كويسة وخدمة صقافية ممتازة بحسوس أناش إن إحنا مسجونين وبيعملونا معاملة كويسة جداً وأنا كنت والله دخل بتعبانا برجلي تعالكتي منها جوة وربنا شفاني من الجوة في المستشفى لن تصنع التبير ويعني حاجة تنفعني بره اللي أنا مطلع أعرف أصرف على أهل وعيالي انطلق المفرج عنهم إلى حياتهم الجديدة حيث استقبلهم دويهم بفرحة كبيرة معبرين عن شكرهم لرئيس الجمهورية على قرارات العفو التي تفتح لهم أبواب أمل وحياة فرحان بن طالق أو بنشكر سيادة الرئيس إنه أعطاله فرصة لحياة جديدة بأيد الشرطة وإحنا بصراحة ما كناش مسدقين خالص إنه هو كان ممكن يطلع في عفو زي ده بس منكرم سيادة الرئيس إنه أداله فرصة تانية إنه يبدأ حياته من جديد وربنا يبرك لسيادة الرئيس يا رب كلنا مبسطين جداً ونشكر سيادة الرئيس على العفو إنه أطلع لنا أخونا بالسلامة ونتمنى أنه ربنا يسلح حاله ويكرمه في حياته اللي جاي الإفراج بالعفو فرصة مهمة تتاح للمفرج عنهم للبداية من جديد والاندماج في المجتمع معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تطبق فيها أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تأتي المناسبات الوطنية كعيد الشرطة فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز سواء ثقافيا أو تأهليا أو تعليميا ليبدأوا هذه الحياة الجديدة فالتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة عبدالله بركات التلفزيون المصري